شنو الموضوع؟ الموضوع الخلاصة تقصد يا علي أنه الميناء بحاجة إلى حزم إداري بعيد عن العاطفة وبعيد عن الرغبات الفنية بالتدخلات الإدارية كما ذكر الكابتن طاهر بأنه يوجد تدخل من المدرب بعمل الإدارة وهذا غير لائق بشخصية الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي الميناء بحاجة إلى الدعم الميناء بحاجة على أن يلتف الجميع حوله اليوم هناك انقسامات بين الجمهور بين الهيئة العامة داخل حتى الإدارة وداخل حتى اللاعبين ألقت بالميناء في قاع ترتيب الدوري العراقي الكروي الممتاز الحل هو إنهاء الخلافات والتي بدأت لربما من كورة بمصالحة محمد إن شاء الله وأحمد جليل وتسير إلى قرارات إدارية حازمة تخدم مصلحة الكيان الأزرق أدي سؤال أخير أختم بيو ما قابل الإجابة فقط بنعم أو بلا أهل يستحق أمين فيليب قيادة نادي الميناء بالظرف الحالي لا ترجمة نانسي قنقر